هي أسوأ أيام الصحافة وهي الأصعب على أصحابها هذا ما يقوله الواقع بعد ثلاثة أعوام من الإنقلاب ومصادرات جميع الحقوق والحريات حملات القمع والقتل والملاحقة والاختطاف للصحفيين لم تكن أخر فصول الانتهاكات التي انتهجتها الجماعة الحوثية منذ بداية تحركها لإسقاط الدولة بل كان إقفال القنوات الخاصة ومصادرة أجهزتها وتوقيف غالبية الصحف الأهلية والحزبية جزءا ثابتا من مسيرة التحرك نحو فرض نساك الرأي والصوت الواحد الصحافة الإلكترونية التي كانت آخر منافذ الحصول على المعلومة والخبر المختلف للمواطنين القابعين في مناطق سيطرة الانقلاب تم حجبها بالكامل ولم تستثني منها الميليشيا إلا من يؤيد توجهاتها في الجديد فرضت ميليشيا الحوثي مزيدا من القيود على حرية الإعلام والصحافة الإلكترونية بإصدار قرار يجرم ممارسة الصحافة الإلكترونية وهو الأمر الذي أثار غضب الوسط الصحفي باعتبار يمثل مزيدا من القيود على حرية التعبير وانتهاك جديد يضاف إلى سجل الميليشيا الحافل بالانتهاكات القرار هو في مضمونه العام منع ممارسة أي نشاط من أنشطة الصحافة الإلكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص ومن ثم الالتزام بلائحة الصحافة الإلكترونية وهو ذاته الأمر الذي أثار سخرية العديد من القانونيين خصوصا أنه لا يوجد قانون خاص ينظم عمل الصحافة الإلكترونية حتى الآن نقابة الصحفيين وفي بيان لها أفادت أن الحريات الصحفية ما تزال في وضع حرج مع استمرار حالة العنف والإعدائية تجاه الصحافة والتعامل مع الصحفيين كهدف سهل في الصراع السياسي والعسكري النقابة رصدت 38 حالة انتهاك تعرض لها الصحفيون ابتداء من يوليو حتى نهاية سبتمبر منها 11 حالة اختطاف فيما لا يزال 16 صحفيا يعيشون أوضاع قاسية في سجون صنعاء ويحرمون من حقهم في الرعاية الصحية ما بين يوم وآخر تزداد الممارسات القمعية التي تمارس الجماعة الحوثية بحق الصحافة والصحفيين انتهاك لا حصر لها وصوت واحد هو الذي يفرض على الجميع بقوات السلاح